زي ما بيقولوا كده مباراة فكرية بين طيار علماء الدين وعلماء الشريعة وما بين طيار يسمى طيار التنوير ومش عارفين نلتقي في نقطة التقاء او ان احنا نتفق حتى على حاجة طيب هذا الطيار يعني الا يدعو الى تجديد الخطاب الديني وما تضير من تجديد الخطاب الديني هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن للخارج عن القانون ان يلتقي مع رجال القانون لا يمكن ابدا يلتقي المخربون مع المصلحون لا يمكن ان يلتقي من يقوم بالدفاع عن دين الله عز وجل مع من يخرب دين الله سبحانه وتعالى لا يمكن يلتقي ان جز التعبير مثلا واحد شرطي في الشارع مع حرامي تقوله دعا نلتقي في منطقة وسط هذا الكلام مرفوض ولا يمكن ابدا ولذلك انا برفض ودايما بقول الكلمة دي هذا دول خطين متوازين مش ممكن يلتقوا مع بعض ابدا مستحيل زي كده ايه يعني حكتين بيلفوا ورا بعض لكن اللي يمكن يكون في بينهم منطقة او مكان التقاء ليه مش ممكن يكون في مكان التقاء لان الطرف الاول او الفكرة اللي احنا بنسميه او اللي هما بيسموه التنوير والتجديد والكلام ده كله طبعا مع التحفظ على كلمة التجديد لان التجديد ضرورة دينية واحنا بننادي بيه بس من زي ما هما بيقولوا اللي هما بيعملوا هو عبارة عن تفريغ للدين الاسلامي من محتوى وتفريغ للنصوص الشرعية من مضامينها ووضع معاني جديدة هذه المعاني لا تسعفها النصوص ولا يمكن ان تتلاقى مع ثوابة الدين الاسلامي بل هي تخرب وتفسر الدين تماما وتجعله شيء كده يعني ايه خواء فاضي ما فيش فيه اي حاجة فانا مش ممكن نعمل لقاء بين الاتنين هذا الفكر زي ما بيقول لحضرتك كده هو كل هدفه اولا واخيرا هو افساد الدين اخراجه من اخراج الاحكام الشرعية من نصوصها تبدلها انا ما اضرش ان انا التقي معه انما انا استطيع التقي مع انسان لديه دراسة لديه معرفة لديه قواعد علمية نستطيع اذا تباحثنا ان نحتكم اليها لكن واحد اعد احتكم اليه يعني بعضهم مثلا يقول لك هو وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تدون ليه شوف ايه لت الادب ومصيبة وصلنا لدرجة ايه واحد يقول لك لان ادونوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واحد تاني يقول لكم العرب والمسلمين فتحوا مصر ليه عمر بن العاص كان يخش مصر ليه يعني انت كنت عايز ان اظل نقبع في عدم ايمان لنبي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وزعلم من سيدنا عمر بن العاص ان هو جه وفتح مصر ولا الكلام ده انا سمعته بأمي وذنيه في احدى القانوات مجيرا ما اقول اسمه مجيرا ما اقول قناة ايه مجيرا ما اقول الموزيع ايه وحضرك عارفه الناس كلها عارفين يقولك يفتحوا مصر ليه فإنت بتتعامل مع تيار هو عامل زي السرطان اللي بيدخل جسد الإنسان عامل زي الكورونيكي تروح دخل ضرب الأمعاء وضرب الجهاز الهضمي وضربه مش عارف الرئة وضربه وهب الواحد انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى دول بيعملوا كده يحاولون ضرب جسد الإسلام وتهتيك هذا الجسد وجعله وجعله يعني مريضا متهاويا خاويا لا يستطيع القيام فلا يستحيل اننا التقي مع تيار هدف وإفساد الدين ده شيء من رابع المستحيلات يعني ما فيش التقاء ده مستحيل ويبكي ده اللي احنا توقعناه علشان كده لما نحب نعمل التقاء فكري أو مناظرة فكرية ستكون يعني بالطريقة اللي احنا اخترناها دلوقتي لو انا هعرض على حضرتك بعض الأفكار ياريت حضرتك يعني ياريت حد فيهم يعني هم بقالهم فترة مش عارف بردانين ولا ايه يجوا يتكلموا يعني هم طول أمرهم بيقولوا احنا بتوع الكلمة واحنا بنحب الكلمة قدام الكلمة والرأي قدام الرأي ما تيجوا يتكلموا وهو دلوقتي لنا لحظة